أنا كنت بحوش اللقمة من بوقي والهدمة الجديدة عشان ألبسها لهم أنا كنت بأجربيها في نص الليل على المستشفيات كنت لما ببص في أشياء وهي نايمة بدحي ربينا يفتح علينا ويكرمنا عشان ربيها كويس حبط الله يرحمه كان بيرجع متأخر قوي من الشغل ومش قادر يفرد طوله كان ياخدها ويشيلها كده تفتح عليها وتتحق له كنت بحيث إن الدنيا كلها بتتحق لي وكنوز الدنيا كلها تحت رجليا ياه بتقول لي يا مشي مروانه ولا هيوعد معي تعبتي جاوي يا كريم تعبتي دي كلمة صغيرة قوي أنا سفيت التراب أنا وعبط الله عشان نعيش العيش اللي كنا عيش أنا الفلوس ولا الضنة يا كريمة؟ الضنة عمر ما يتعود عمر ما يتعود يا باب سيد طب ما وقداش بالك إنك حطيت التنين في كفة واحدة أيوة هي دي الحجيجة شفت أنت زعلتي كيف لما زينة بجلتلك امشي وخلي جوزي هو اللي يجعود جاري شفت جلبك واجعي كيف لما حسيت إنها بععدت عنك ساعتها بس افتكرت إن هي أغلى حاجة عندك هو دي المهم يا كريمة هو دي المهم عارفة لو كنت خدت بناتك في حضنك وخدت عيالهم تحت باطك كنت بيجي يتأغلى حاجة في الدنيا وبعدين ما انت عشتي كثير انت وعبط الله ما حيلتكمش حاجة وربنا رزقكم من واسعة صح ولا مش صح؟ كل روحة كل روحة لو تقصوتي بكلامك داي إن أنا روح لجبرية دلوقتي وأحب على رجليه بس حنيت بناتي ترجع لي تاني أنا ما عنديش أي ماني أحمل كده ما عنديش أي ماني أحمل كده